كان هذا التكريم نادر الحدوث وقد جرى في جزيرة السقطر البعيدة عن الحرب أما ما يجري للعمال في مناطق البلاد المختلفة فلا علاقة له بما حدث أواخر العام الماضي في الجزيرة يعيش العمال في مختلف المدن أوضاعا مأساوية حيث فقد ما يقارب 70% مصدر رزقهم حسب تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا أما أولئك الذين اعتقدوا أن دفعهم أجزاء من رواتبهم طوال سنوات العمل سيجعلهم في مأمن أيام التقاعد فقد خابت توقعاتهم توقفت منذ ثلاثة أشهر رواتب ما يزيد عن 11 ألف متقاعد كانوا يتقضون رواتبهم من هيئة التأمينات وتقول المعلومات القادمة من الحيئة إنه تم التصرف بـ 300 مليار ريال من أموال التقاعد بطريقة غير قانونية ويتبادل طرفان انقلاب الاتهامات حول المبالغ المختفية من حسابات الموظفين في البنك المركزي اليمني وهو ما جعل نقابات العمال في صنعاء يعلنون اعتراضهم على كل ما أقدمت عليه الميليشيا التي تسعى إلى وضع تشريع جديد يتيح لها سرقة المزيد من أموال الموظفين